اه استاذني في ان انا جيت عن نمسا من ثلاثة اشهر ولحد الان ما رحت عن المقابلة وانتي قلتين انه لازم ناخد اه استشارة قانونية قبل ما نروح على مقابلة الانترديو. وانا لاني متزوج وعندي بناء امرأة ست اشهر. وفلسطيني سوري. يعني استاد لوزي. هل احنا نتعامل معاملة السوري ولا? لا. لا 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 لا. ده جاي من ثلاث شهور. اه اه. وليسة. لسه ما جالوش مقابلة. لسه بالكم صح? لا بالكم انا. بالكم لا قدم 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 لجوء. هو قدم لجوء بس لسه ما جالوش مقابلة. اه نا. صح كده? اه صح. اه مو بعثهم بأي بلد انا. تمام. لا اوكي مفيش مشكلة. اكيد معك كارت الابيض. مش هي دي النقطة. اه اولا الفلسطينيين السوريين او الفلسطينيين اي جنسية اخرى اللي هما بيكونوا بلا وطن شتاتنلوس. ليهم معاملة مختلفة تماما. غير معاملة السوريين لان ده بيكون بلا وطن. حتى السوري ما بتعتبرش وطنه. فليه معاملة طبعا مختلفة جدا. فانا افضل ان انا اشوف الاول معك كارتة الانوروة ولا لا. الاسباتات اللي معاك ان انت فلسطيني توري وهكذا. ممتاز ممتاز ممتاز. ممتاز جدا. يعني ان شاء الله بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة ان انت تحصل على اللجوء. ولكن خلي بالك ممكن مش من البيئة افقى. ممكن تروح على البيئة افقى يديك رفض خالص. او يديك حماية سنة. ترجع تطعن. وتجيلك بالمحكمة. بس لازم تكون متجاهز كويس جدا قبل المقابلة. يعني مش معنا ان انت عندك امكانية يبقى تروح تقول اللي انت عايزه. ففيك تاخد التليفون بتاعنا او تستشير اي حد تاني عجبك مفيش مشكلة. وبالتوفيق ان شاء الله. انا كتير الناس حكيت لك. عليك. شكرا. انا كمان انا كمان عن طريق المكتب بقدر اساعدك بنقطة. هي ان انت لو كملت لو كملت ست شهور ما جالكش معاد مقابلة بقدر ان انا بقدم لك شكوة بتسرع الاجراءات.